انهيار ساعد لمجرد في المحكمة وتسريب تفاصيل واعترافات جديدة لأول مرة ينتظر الفنان المغربي سعد لمجرد صدور الحكم ضده غدا الجمعة في القضية المرفوعة ضده أمام محكمة الجنايات في باريس وفيما نفه لمجرد اعتداءه على الشابة الفرنسية وأنه لم تكن في نيته ما حصل فإن الجلسة الجديدة من محاكمة سعد شهدت انهيار النجم المغربي من البكاء بحسب تقارير صحفية فرنسية يجب تذكير بأن لغة بخيول تطالب بأن يأخذ القضاء مجرى وحسب ما سربت وسائل أعلام فرنسية فإن سعد قد انهار في المحكمة باكيا وهو يقول أنا أعتذر من لورا لقد تأثرت بدموعها وأنا آسف على حركة لا إرادية لقد أردت تهديئة الوضع فقط وكان الباب مفتوحا أمامها لتخرج لكنها فضلت الاتصال بالشرطة كما صرح بإعطائها بعض المال وسوارا من الذهب كي لا تكشف ما وقع بينهما مشيرا إلى أن أكثر ما ندم عليه حينها امساكها بقميسها عند مغادرتها وتابع لمجرد حديثه قائلا بأنه لم يقل أن لورا كاذبة لكن كانت هناك خيارات أخرى فيما أكد رواية أنه تعرف عليها في الملها وبعدها تبادل القبل وذهبا معا للفندق كاشفا تعاطيه الكوكايين والكحول وأنهما كانا يستمتعان بسماع الموسيقى في الغرفة فيما أكد بأن ما جار بينهما كان بمحض إرادتها ولم يجبرها على شيء كما لم تكن لديه أي رغبة في إذائها وتقدم بالاعتذار منها ومن والدتها